وغيرها كتير من حصاد مر كان خيالي السنة دي تلاتة وعشرين لمواقف موجلة لنظام بعض فلسطين وغزة وهيخليك انت اتصل انك تختار الخيار المر اللي في صالحه تقدر تقول انه باختصار اختصار تلاتة وعشرين ان السيسي وناتنياهو ايد وحدة زي ما هتشوف في الجراف ده كده حصاد الخيانة في تلاتة وعشرين السيسي واسرائيل ايد وحدة في يونيو تلاتة وعشرين النظام يعتقل عدد من اقارب المجند محمد صلاح عقب تنفيذ عملية داخل اسرائيل في يونيو تلاتة وعشرين النظام يرسل دباط مصريين للتحقيق معهم داخل اسرائيل في قضية محمد الصلاح في اغسطس تلاتة وعشرين الجيش يفض بالرصاص الحي اعتصمى لاهالي سيناء المطالبين بالعودة لاراضيهم أراضيهم رفح أكتوبر 23 عباس كامل يحذر إسرائيل من نية المقاومة تنفيذ عملية عسكرية وسعة أكتوبر 23 أسيسي يطالب بتهجير أهلي غزة للنقب لحين القضاء على المقاومة أكتوبر 23 اعتقلت وسعة لمتظاهرين مؤيدين في مصر اللي بعده نوفمبر 23 أسيسي يشدد الحصار على قطاع غزة ويعرق الفتح الحدود للمساعدات نوفمبر 23 أسيسي يتجاهل ضرب إسرائيل معبر رفح كمس مرات نوفمبر 23 أسيسي يطلب إذن إسرائيل لقوائم المصريين الراغبين بالخروج من غزة نوفمبر 23 إعلام عبري يفضح ضغط المخابرات المصرية على السنوار عن طريق والدته المقيمة في مصر ديسمبر 23 أسيسي يطالب بدولة فلسطينية منزوعة السلاح في غزة وضفة ديسمبر 23 أسيسي يتجاهل قصف عمليات برية إسرائيلية بطول محور فلادلفيا ديسمبر 23 أسيسي يبدأ إنشاء ساتر ترابي على طول حدود مع غزة ديسمبر 23 أسيسي يصمت على منورات برية إسرائيلية على حدود غزة ديسمبر 23 وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن منطقة عازلة وحاجز جديد بين مصر وغزة بالتنصيق مع السيسي ديسمبر 23 المقاومة ترفض مقترحا مصريا يطالبها بترك إدارة القطاع مقابل وقف إطلاق النهار ترجمة نانسي قنقر